موسيقى لم تحجب زحمة السجالات اللبنانية الضجة التي أحدثها تصريح رئيس اللقاء الديمقراطي وليل جمعات عن عدم لبنانية مزارع الشبع أثار الطرح جدلا جديدا وأفيرت معه تساؤلات كثيرة وكبيرة تحديدا في التوقيت والربط بما يحاك في الجوار والأقليم وضيف تصريح من عدة أطراف في سياسة توجيه السهام الداخلية لكن وعلى حساسية الملف معطوفة على حساسية المرحلة يرى مراقبون أن الهدف من الطرح الآن يتخطى الزوارب الداخلية إلى تشابك ملفات أبعد من الحدود اللبنانية فيما تفض هذه الحدود في إطارها الداخلي بملفات تحت بند العاجلة والخطيرة في بعضها وفي مقدمتها الاقتصاد وما يترتب عليه من عبء اجتماعي وحياتي والفساد وإمكانية مواجهته وهوامش النجاح في القضاء عليه فهل طرح عدم لبنانية مزارع الشبع هدفه حرف الأنظار عن ملفات الفساد والاقتصاد أم هو رسالة إشعار للبنان بأنه في صلب سيناريو يرسم للمنطقة وفي ظل هذا الصخب أين الهم المعيشي والحياتي للمواطن اللبناني هذه الملفات سنتوسع في نقاش حولها مع النائب في البرمان اللبناني قاسم هاشم فأهلا بكم إلى حوار الساعة دكتور قاسم هاشم النائب في البرلمان اللبناني نرحبك في حوار الساعة أثير موضوع عدم لبنانية مزارع الشبع من رئيس الرقاء ديمقراطي النائب واليد جبلات في توقيت حساس ملفات متشابكة دخل على الخط موضوع عدم لبنانية مزارع الشبع توقيت نبحث في التوقيت فقط لماذا في هذا التوقيت يطرح هذا الملف طبعا بداية اسمح لي ونحن بهذا اليوم الأول من أيار عيد العمال اليوم لنتوجه لكم كعاملين في المحط الملتزم قضايا الإنسان في كل توجهاته وإلى عمال وطننا وإلى العمال على مساحة الوطن العربي والعالم بالتحية في هذا اليوم لأن هؤلاء هم بنات حقيون لأوطاننا على سواعدهم قرامة الأوطان نتمنى أن يكون العيد الحقيقي والاحتفال الحقيقي هو يوم أن تتحقق أماني العمال بالوصول إلى العدالة الاجتماعية الكاملة وإلى أن تصل إليهم حقوقهم الكاملة التي ما زالت منتقصة في كل مكان في هذا الزمن بالفعل وتحية موصولة من حضرتك أيضا أبرقالات الميادين طبعا اليوم يعني الواقع بقضية وطنية وهي قضية مزارع شبعة والتي تعتبر من قضايا الصراع مع العدو الإسرائيلي مؤسف طبعا أن تصل الأمور إلى حد التشكيك بهوية هذه الأرض وكأن نعطي للعدو الإسرائيلي للمحتل المعتصب سق براءة وورقة لمحاولة التهرب من ضرورة الانسحاب من هذه الأراضي المحتلة غيرها من الأراضي ومزارع شبعة وطلال كفرشوبة لا تقل أهمية عن أي أرض عربية محتلة هي بذات المستوى وبأهميتها وتزيد في بعض الأحيان لموقعها ولأهميتها الجغرافي والاستراتيجية لأنها تشكل خزان المائي الذي كان يتطلع إليه الكيان الغاصب قبل قيام هذا الكيان وبالرسائل التي كانت طبعا تبحث في التفتيش عن مصادر للمياه فطبعا مع عدوان 67 واحتلال العدو للجولان والأراضي العربية الأخرى في سيناء وفي الضفة الغربية وهو وصل إلى تماث مع مزارع شبعة بقواقع جغرافي كون مزارع شبعة طبعا هي على تماث مباشر مع الجولان العربي السوري المحتل منه اليوم وطبعا وضعها في دائرة أطماعه نظرا لأهميتها كما قلنا وطبعا لمن لديه التباس حول موضوع مزارع شبعة واحتلال مزارع شبعة بواقعها التاريخي علينا أن نقر ونكون واقعيين انتهت حرب الأيام ماذا سميت حرب 67؟ حرب الأيام الستة صحيح؟ يعني بدأت الحرب الخامس من حزيران 67 انتهت والعدو الإسرائيلي احتل ما احتله من أراضي عربية بحدود 11 حزيران كان محتل وأعلن انهاء حربه لكن احتلال مزارع شبعة لا يتم خلال هذه الأيام الذي قامت فيه عدوانية هذا العدو على الأرض العربية احتلاله أول دخول لهذا العدو الإسرائيلي إلى مزارع شبعة وبدأ بقدمها كان في 15 حزيران 67 يعني بعد انتهاء بعد انتهاء الحرب وهذا أكبر هذا منطلق مبدأ للتعاطي معه بواقعيته وللتأكيد على أنه العدو بدأ باحتلال مزارع شبعة بعد انتهاء حربه على الأراضي العربية الأخرى وبدأت طبعا احتلال المزارع على مراحل واتبع سياسة قدم المزارع شبعة جزء بعد جزء ولم يحتلها في يوم ونهار أو في شهر أو شهرين أو سنة حتى الجزء الوسطي تم احتلاله بعد عام 72 من المزارع شبعة واستمر الاحتلال وقدم المزارع مزرعة بعد مزرعة وجزء بعد جزء حتى عام 1989 وهذا موثق وفق كل المعطيات بالدوائر الرسمية وكل المتابعين لقضية مزارع شبعة واتلال كفرشوبة طبعا هذه بلمحة سريعة لنؤكد أن مزارع شبعة كانت في دائرة أطماع العدو الإسرائيلي بعد احتلاله الجولان نظرا لأهميته وموقعها الاستراتيجي المطل ولأنها تعتبر خزان مائي مهم خزان جبل الشير وطبعا لأن العدو طامع دائما باحتلال أراضي عربية وكان وصل إلى الجولان وهذه المنطقة هي على تماث مباشرة مع الجولان بموضوع الملكية طبعا مؤسف أن الكوات السياسية اللبنانية على اطلاع بموضوع مزارع شبعة وملكية لبنان لألة وأن أصحابهم لبنانيون ويمتلكون كل الوثائق والأدلة ليس بعد 67 إنما قبل ذلك بكثير وقبل قيام القيام الغاصب وقبل احتلال فلسطين سندات التمليك اللبناني مسجل في الدوائر العقارية اللبنانية في صيدة منذ عام 42 وهناك وطائق كذلك الأمر على كل المستويات الإدارية والقضائية والأمنية تثبت أن هناك مستندات ووطائق تؤكد هوية هذه المزارع اللبنانية منذ زمن بعيد فلا حاجة لتكرار تذكير البعض وطبعا إثارة ذاكرتهم بشكل أو بآخر بأن موضوع هوية هذه المزارع ولبنانيتها لا تحتاج إلى أكثر من ذلك لكن طبعا لأن هناك مصلحة للعدو الإسرائيلي في أن يكون متواجنا على هذه الأرض وأن يبقى على هذه الأرض وجدت المبررات له من قبل مجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة الذي يعتبر كل توجهات هذه المنظمة الدولية تعاطت معنا بمعايير مزدوجة وكانت دائما منحازة للمصلحة الإسرائيلي وأكبر دليل القرار الفصميمي واحد والسؤال منذ عام 2006 حتى اليوم 13 عام بالقرار الفصميمي واللبنان التزم بكل مندرجاتي والسؤال لماذا لم يلتزم العدو الإسرائيلي ولم ينفذ ولا أي التزام ولا أي مادة من مواد هذا طيب البحث يطول في ذلك لكن تحديدا فيما خاص مزارع شبعة بكل حالات ولي جملات يقول بأن سندات الملكية لا تعني سيادة لبنان على هذه الأرض لكن فقط أيضا نحن نتحدث عن التوقيت أنا سمعت عزرا إذا قاطعتك بس للتأكيد على اللي تفضلت فيه سندات الملكية تؤكد هويتها الأساسية وأنا سمعت بعض التبرير أنه أنا أملك في فرنسا لا يعني أن سيادتها للدولة اللبنانية ولكن من يملك في فرنسا سندات تمليك فرنسي نحن أكبر تدليل على أنه مزارع شبعة هي لبنانية بملكيتها والسيادتها أن هناك مزرعة بمحاذاة مزارع شبعة واسمها مغر شبعة هذه يملكها أبناء شبعة لكن سندات التمليك هذه خارج المزارع الأربعة عشر خارج المزارع هي مزرعة على حدود مزارع شبعة هي ضمن الأراضي الجولان يملكها أبناء شبعة ولديهم سندات سورية لم يبرزوا أحد لأن هذه الأراضي لأبناء شبعة اللبنانيين ولكن ملكيتها في الأراضي السورية اليوم السوري عندما يتملك عقارا في لبنان هل يسجله في الدواء العقارية في دمشق أم يسجله في الدواء العقارية في لبنان في لبنان يسجله في لبنان ليس في دمشق وإذا لبناني وكثير من اللبنانيين وأقاربنا يملكون عقارات ويملكون في دمشق في سوريا هن لبنانيون ولكن ما يملكون من السندات ووصائق سورية وهذا أكبر دليل أننا هذه الأراضي لبنانية بمستنداتها ووصائقها لبنانية وهذا أكبر تأكيد أنها لبنانية بموضوع الحدود قبل الحديث عن الحدود لكن نحن نتحدث في التوقيت حضرتك أعطيتنا خالفية عن هذا الموضوع وننوه حضرتك أحد أبناء المنطقة أبنى بلدة شبعة لبنانية الحدودية أيضا مع فلسطين محتلة لكن اليوم التوقيت فيما خاص هذا الموضوع في ظل تشابك الملفات على الساحة الدولية أيضا وعلى الساحة الإقليمية وأيضا مع إعلان الرئيس الأمريكي دولار ترامب سيادة أو اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل اليوم في التوقيت هل من ترابط بلافات أم؟ طبعا حكما نحن نقول هذا الكلام في غير مكانه وزمانه كنا نتمنى أن لا يصدر عن شخصية وعن أحد قادة المقونات اللبنانية بهذا المستوى وفي هذا الزمان بالذات في ظل تطورات وتحديات تمر بها المنطقة ونحن بانتظار ما قد تحمله الأيام والأشهر القادمة على مستوى ما يطرح من طروحات سواء كان حول صفقة القرن أو ما يعد لهذه المنطقة وأثار وتدعيات ذلك على لبنان طبعا في خشي حكما قد يقول قائل أن هناك قارئ جيد أو من يقرأ ولكن القراءة يجب أن تكون دائما من المنطلقات الوطنية والتأكيد على التوابط الوطنية لأن موضوع التخلي عن جزء من أرضنا بهذه السهولة هو موضوع طبعا لا يمكن السكوت عنه ولهذا طبعا كانت ردودنا قاسية إلى حد لأنه موضوع الأرض واحتلال الأرض ليس موضوع أمطارا كبرت أم صغرت هي موضوع قرامي ووطني بامتياز ولا يمكن للبعض أن يتبرع ويدخل قضية وطنية على هذا المستوى في بازار العلاقات السياسية والارتباطات السياسية والرهانات السياسية أو في إطار المصالح الدخاء الداخلية وتبادل الرسائل على مستوى الابتزاز هنا وهناك للوصول إلى المكاسب الشخصية والمنفعية على حساب قضية وطنية التوقيت في غير زمانه يثير الريبة فعلا ونقول لن يقدم ولا من آخر في هوية هذه الأرض اللبنانية المحتلة بعض الكلام السياسي من هناك لأن الحقائق في مكان وإذا كان البعض يتحدث عن الخرائط الخرائط لا تقدم ولا تؤخر أمام الوثائق وأمام الحقائق هذه وثائق وحقائق تاريخية وجغرافية بعض التغيير في خريطة ما قد يحصل لهدف ولا غاية وهذا لا يقدم ولا يأخر ربما يفتح بكلام حضرتك النقاش على عدة أمور نريد أن نطرحها لكن تحدثت صحيفة بناء اللبنانية حولها وتسائلت أيضا لما إنكار لبنانية مزارع شبعة الآن لأمينة حتيات نتابع ثم نعود إلى النقاش البناء اللبنانية لما إنكاروا لبنانية مزارع شبعة الآن أمين حتيط لا يمكن بعد ما يناهز عشرين عاماً أن نعود إلى فتح ملف هوية مزارع شبعة ومناقشة مسألة السيادة الوطنية عليها فالأمر أصلاً حسم منذ العام 2000 وكان موقف الأمين العام للأمم المتحدة قاطعاً في هذا الشأن وعبر عنه في تقريره المؤرخ في الثاني والعشرين من أيار مايو عام 2000 والمرفوع إلى مجلس الأمن فالموقف كان واضحاً بما ذكره في الفقرة السادسة عشرة من التقرير ونصها الحرفي وقد قامت حكومة لبنان بتزويد الأمم المتحدة لشهادات الملكية اللبنانية لأراضي زراعية وبوثائق تبين أن المؤسسات الحكومية والدينية اللبنانية مارست سلطة قضائية على هذه المزارع وقامت حكومة لبنان بإبلاغ الأمم المتحدة بوجود تفاهم مشترك بين لبنان والجمهورية العربية السورية على أن هذه المزارع لبنانية وشمل ذلك قراراً للجنة لبنانية سورية خلص في العام 1964 إلى أن المنطقة لبنانية بداية نقول إن إنكار لبنانية مزارع شبعة أمر لا علاقة له مطلقاً بالمسائل الحقوقية والسيادية والعقارية وإن موقف السياسي الذي ظن أنه تقاعد لا يقدم ولا يؤخر في مسألة الموقف اللبناني الرسمي من القضية إذ لن يجد لبنانياً وطنياً واحداً يصغي إليه لكن خطورة الموقف تتمثل في تماهي هذا الإنكار مع ما تخطط له أمريكا وإسرائيل ضد لبنان ففي بنود صفقة القرن بند ينص على سيادة إسرائيل على كل الأرض التي تحتلها الآن شاملة الجولان والضفة الغربية وقد أسقطت أمريكا صفة الاحتلال عن الجولان وأقرت بالسيادة الإسرائيلية عليه ومسألة السيادة على الضفة في الطريق لإعلانها ولم تذكر مزارع شبعة ويأتي هذا السياسي المتقاعد ليقدم الخدمة المأمورة المأجورة لأمريكا وإسرائيل وليشرح ويوضح ما امتنعوا عن التعبير عنه لفظاً من اعتبار المزارع غير لبنانية ما يعني إلحاقها بالجولان أي اعتبارها مشمولة بالموقف الأمريكي المذكور أعلى دكتور بقاصم لا شك من إسرائيل مرتاحة لهذا التصريح قبل نائب ولي الجملات يعني نائب سياسي لبناني يصرح بذلك لكن السؤال اليوم هل هذا التصريح هو من باب المناكفات السياسية الداخلية يدخل في إطار فعلا بعض المؤشرات التي كما يقال تقطها ولي الجملات تخص المنطقة ككل وبالتالي طرح مثل هذا التصريح الذي أحدث ضجة كبيرة على الساحة لبنانية يعني بغض النظر عن التحليل وعن الغاية من هذا التصريح والذي قلنا أنه فيه غير زمان ومريب طبعا نحن نأكد أنه طبعا يعني هذا الأمر له علاقة بجملة أمور داخلية وقد يكون له علاقة بإشارات ما بما هو آت على المنطقة ولبنان ليس ببعيد لبنان طبعا معني بشكل أساسي بما يجري من حوله يتأثر ويؤثر بشكل دائم وهذا ثابت من الثوابت طبعا وصلنا إلى محاولة الإدارة الأمريكية وسياسة ترومب اليوم بفرض صفقة القرن وهو يعمل على تحضير الأجواء في المنطقة العربية والمحيط لطرح أفقاره لأنه طبعا اليوم متماهي بشكل كامل مع سياسة العدو الإسرائيلي وقد تكون هناك فرصة للكيان الصهيوني والسياسة الأمريكية المتماهية معها بطرح مثل هذه الأفقار لإنهاء القضية الفلسطينية وبشكل نهائي طبعا هذه محاولة واليوم المحاولات تكررت منذ لحظة الاحتلال 48 ولكن لم يكتب لها النجاح لأن هناك إرادة لأن هناك مواجهة وحتى لو طرحت صفقة القرن فبالتأكيد لا يعني أنها ناجحة وأنها ستنهي قضية فلسطين اليوم السؤال هل طبعا هناك من يراهن على استباق الأمور والطروحات لتسجيل موقف ما استباقي بهذا الصدد طبعا بكل أسف نقول لا يجوز بأي شكل من الأشكال لكن هل هناك من يراهن؟ هل هناك من يراهن؟ قد يكون قد يكون نحن عندنا تجارب في لبنان عندنا تجارب كثير ما بنا ندخل بالسجالات ولن نعيد لكن محدد تتحدثينها موضوع كرامة وسيادة واليوم هناك سياسي لبناني لم يكن اللبنانيون لا على سياسة واحدة ولا على نهج واحد ولا على رؤية واحدة فيما يتعلق من القضايا دائما هناك فرقاء ضمن محاور وأحلاف من حلف بغداد منذ لحظة تحتلال الكيان الصيون الفلسطين إلى حلف بغداد إلى ما بعد ذلك حتى عصرنا عصرنا الحالي هناك محاور على المستوى السياسات المحلية لها ارتباطات هنا وهناك لاعتبارات معينة وهذا ليس بغريب هذه التركيب اللبناني هذه السياسات اللبنانية وهذه الواقعية التي علينا أن نقر ونعترف فيها وقد تضر في كثير من الأحيان وبالتأكيد ضارة بلبنان لأنه المفترض أن نعرف أين حدود مصلحتنا لأننا نحن شئنا أما بينه أقرنا واعترفنا كل اللبنانيين بهوية لبنان خصوصا بعد الطائف العربية الذي علي أن يلتزم بقضايا العرب ومن مسألة استرامة العدو الإسرائيلي بأي إن تكون اليوم نحكي عن استرامة العدو الإسرائيلي وتماهي هذا العدو مع سياسة الإدارة الأمريكية علينا أن نكون منتبهين هنا شعرة صغيرة تفصل ما بين حدود العلاقة الطبيعية التي يعتبر البعض أنه مفترض أن تكون أن نبني عليها وحدود المصلحة المشتركة الأمريكية الإسرائيلية التي قد نقترب من الخطورة منها إذا لم نحسن الخطة التي نسير بها ونحسبها بالدقائق الملتزمة بثوابتنا السياسية بشكل السياسي طيب دكتور قاسم انتلاق من هذا الكلام نستطيع أن نقول بأن اليوم تحديدا فيما خاص هذا الموضوع وأيضا حضرتك ذكرت منذ قليل بأننا اليوم بانتظار ما ستخرج بها الأيام المقبلة بخصوص صفقة القرن وأيضا بعض السيناريوهات للمنطقة نستطيع أن نقول بأن لبنان دائما كان في وضع حساس يعني اليوم الموضوع أكثر حساسية هل وصلت لدى الدوار السياسية اللبنانية اليوم بعض المؤشرات أو بعض المعطيات تقول بأن هناك ما يحاك بخصوص لبنان تحديدا ليكون في صلب سيناريو يرسم للمنطقة وأيضا الباب أو المؤشر اليوم خلال هذا التصريح طبعا لنقل واضحين موضوع صفقة القرن يترتب عليها كثير من الأمور بما يتعلق بموضوع حق العودة للشعب الفلسطيني وبعض إذا ما نجحت هذه السياسة الأمريكية والوصول إلى مبتغها فطبعا هناك تداعيات وأثار لهذه الصفقة لبنان معني لأنه لبنان معني بهذه القضية صح هو اعتبرها من البداية حتى اليوم من قضية مركزية بالنسبة للعرب كل العرب ولكن طبعا لبنان على تماث مباشر مع فلسطين وقضية فلسطين ونحن لدينا ما يقارب نصف مليون من شعبنا وأهلنا الفلسطينيين فالسؤال اليوم كيف ستسير عليه الأمور ما هي الرؤية التي وضعت لطبعا بعض التفاصيل التي تتعلق بالشعب الفلسطيني في مواقع الانتشار كل هذه الأمور طبعا وكيف ستفرض أو تطرح أفكار للعلاقة مع الكيان الصهيوني من بعض بعض الشروط وبعض الظروف التي يتم الإعداد لإنضاجها على مستوى العلاقات ورأينا طبعا التواصل المباشر وغير مباشر مع بعض الأقطار العربية والكيان الصهيوني وهذه كلها مؤشرات ومقدمات لصفقة القرن فطبعا لبنان معني لبنان سيتأثر حدود التأثر وتداعيات هذه الصفقة بشكل واضح لم تتبلور حتى اللحظة لا على مستوى الرؤية الكاملة للسياسة الأمريكية أو الطرحات المعروفة لأنه ما زالت حتى اليوم ببعض جوانب هذه الصفقة سر من الأسرار في تداعيات وآثارها وتعطيها مع كامل القضية طبعا حدود الجغرافية يتم التعاطي معها بحدود معينة أصبح تواضحة للجميع وفق السياسات المعروفة الأمريكية ولكن طبعا هؤلاء تفاصيل أخرى لها علاقة بجوانب القضية الفلسطينية قد يكون هناك طروحات لم تتبلور لم تعلن حتى اليوم وهذه من الأمور والقضايا التي نخشى طبعا دائما أن تطالنا بشكل أو بآخر في كل الظروف وكل الأحوال لبنان حضرها دائما وأبدا في كل المحافل الدولية السياسية وفي المحافل البرلمانية وشاركنا في أكترياتها في البرلمانات الأسيوية والبرلمانات الإسلامية ودولة الرئيس نبي بيريش شارك في البرلمان الدولي لمرتين خلال شهرين وكان موقف لبنان واضحا وقال كل هذه الصفقات هي لمحاولة إنهاء القضية الفلسطينية ولا تعالج هذه القضية إلا بالمقامة وحدة الموقف العربي هذا الموضوع طبعا كان واضحا وهذا يؤشر إلى أن هناك أمر ما يحاك لكن لم تتبلور كل جوانبي حتى الآن أيضا سنفتح النقاش على هذا الموضوع لكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم الجديد مشاهدين نعود ترحيل بضيفنا في السوديو النائب في البلامان اللبناني دكتور قاسم هاشم أهلا بك من جديد دكتور قاسم حضرتك دكتور قاسم كنت تحدث قبل الفاصل عن شروط ربما قد تطرح على الجانب اللبناني في مخص العلاقات مع إسرائيل تحدثت عن خطورة على القضية الفلسطينية وأيضا تحدث أشرت لموضوع التوطين هل نستطيع أن نقول بأن اليوم ما يحاك للبنان هو موضوع التوطين أيضا موضوع يعني عدم لبنانية مزارع شبعة هل هذا بالضبط ما يحاك وأيضا موضوع العلاقات مع إسرائيل أو شروط في العلاقات مع إسرائيل هل هذه النقاط الثلاثة هي أبرز ما قد يعني يكون أو يختص به لبنان أو يخص لبنان في موضوع صفقة القرن لا خلينا نكون مشروط العلاقة هذا الموضوع بعيد المنال لم ولن يكن مطروحا لا بالأمس ولا اليوم ولا غد من أسقط اتفاق 17 أيار لن يرضى لا بأفضل منه ولا بأقل منه ولا بأي مستوى من المستويات هذا موضوع مرفوض يعني الحديث عنه حتى يعني بالموضوع العلاقات طبعا إذا كان اليوم عم ينحكي عن موضوع مباحثات بما يتعلق بالموضوع الحدود البحرية والحرد البري هذا لا يعني علاقة بشكل أو بآخر دائما لأنه هذا عم يصير تحت راية الأمم المتحدة وهذا شرط لبنان الرئيس بره كان واضح وحازم وحاسم بهذا الأمر بأن أبلغ كل الموفدين الأمريكيين وآخرهم وزير الخارجية بأن الجهة الوحيدة المخولة هي الأمم المتحدة نقبل بحضور الأمريكي لكن تحت راية الأمم المتحدة وعلى غرار ما يحصل في النقورة من الاجتماعات للوصول إلى تثبيت حقنا وفق وجهة نظرنا اللبنانية بحقنا في مياهنا اللبنانية مع حدود طبعا المياه الفلسطين المحتلة والحدود البرية لبنان متمسك بشكل كامل لبنان لن يرضى بالتخلي عن قضية فلسطين طبعا بما هو مؤمن فيه وما عمل له وبما هو من فيه الشعب الفلسطيني لأنه اليوم أمام ما يحاك للقضية الفلسطينية في كواليس السياسة الأمريكية والدوائر الدولية يكاد يكون أحد أهم العوائق أمام هذه الصفقة هو إصرار الشعب الفلسطيني بكل مكوناته حتى السلطة الفلسطينية اليوم رفضة ما يسمى بصفقة القرن وهذا أحد أهم العوائق أمام رؤية ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية وهذا كتير مهم يعول على لبنان ثابت طبعا بمساندة الشعب الفلسطيني الوقوف لأله وبأوقائه على ثوابته باعتبار قضية فلسطين هي القضية المركزية هي قضية إنسانية أبعد من حدود جغرافية اليوم ضغوطات تمارس على لبنان تحديدا يمر لبنان بنوع من الأزمة الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية هل نستطيع أن نعتبر بأن هذه الأزمة الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية وضغوطات الاقتصادية هي جزء من الضغط على لبنان تبعا لهذا الملف موضوع ربما أو تمرير بعد لا شك لبنان يتعرض للضغوط وإن كانت غير مرئية بموضوع كنا نحكي قبل شوي عن الحدود البحرية طبعا ما هو مرات معلن للرأي العام وغير معلن هو أنه في الأون الأخيري كان في نوع من الرسائل السلبية نوع من التهديد بلبنان بأن هناك رؤية طرحت بما سمي بخطة هوف إما أن نقبل فيها أو انتهت الأمور عند هذه الحدود وهذا طبعا يفقدنا مساحة بحدود الخمسمائة كيلومتر وهذا مرفوض من لبنان لأن لبنان تمسك بثمانية وستين كيلومتر وقد يكون أكثر من ذلك بالكثير وفقد نقاط اللي حددها لبنان لتحديد الحدود البحرية وحقه إضافة طبعا ضغوط الاقتصادية ونحن نعرف أن هذا العالم اليوم تحكمه السياسة المالية يحكمه الدولار لأننا كنا واضحين يعني والسياسة الأمريكية اليوم ممسكة باقتصاديات هذا العالم من خلال إمساكة بالسياسة النفطية وبإدارة العالم الاقتصادي ومحاولة تضغوط سواء كان على البنك الدولي أو على الدول المانحة بشكل أو بآخر ونرى أنه اليوم نحن في نقاش بموضوع الموازني ومحاولة صحيح أنه موضوع وطني للوصول إلى توازن الماء لنحفظ اقتصادنا ونحفظ واقعنا المالي ولكن كذلك الأمر هنا لك شروط على لبنان للوصول إلى تحقيق وعود مؤتمر سيدر الأخير واللي كان مشروط بشروط معينة لتحقيق نسبة عجز معينة وتخفيض هذا العجز وتأمين بعض القطوات الإصلاحية طبعا قد يكون هناك ما هو غير معلن وغير مباشر بعض الإملاءات الأمريكية من هنا أو هناك لدول المانحة أو لبعض المؤسسات المانحة على لبنان لا يستطيع تحقيق ذلك فتكون أحد أوراق الضغط على لبنان ولكن لبنان اليوم في إطار المواجهة وأخذ القرار وبدأت خطوات الموازنة الإصلاحية لتحقيق بعض الأمور والقضايا التي هي أصبحت ضرورية ومطلوبة على مستوى معلجاتنا الداخلية قبل أن تكون شروطا أو مطالب خارجي لكن هذا الموضوع موضوع الاكتصاد موضوع الموازنة أيضا فتح سجال في لبنان صحيفة الجمهورية اللبنانية تحدثت عن محوراني يستهدفان عرقلة مكافحة الفساد لطارق ترشيشي نتابع ونتابع بعده النقاش الجمهورية الجمهورية اللبنانية محوران يستهدفان عرقلة مكافحة الفساد طارق ترشيشي يقول قطب نيابي إن القضاء سيكون المكان الرئيسي والطبيعي للتصدي لكل ملفات الفساد التي ستحال عليه تباعاً فإن سفن الموازنة العامة لهذه السنة التي يراد لها أن تكون إصلاحية ورشيقة للإفادة من قروض سادر البالغة 11 مليار دولار يبدو أنها تسير عكس رياح عصفة مكافحة الفساد ما يعني أن شهر أيار مايو الذي كان يتوقع كثيرون أن تقرى الموازنة خلاله سينقضي من دون أن تقرى في مجلس النواب وفي هذا السياق يخشى أن يكون هناك ما يتعمد التأخير في الموازنة للتهرب من استحقاق الإصلاح ومكافحة الفساد وكأن المتضررين يعملون على محورين المحور الأول هو فتح ملفات معقدة وخلافية للتعمية عن موضوع الفساد وليتردد في طرح ملفات تثير مضاعفات سياسية وربما غير السياسية بل داخلية مثل ملف هوية مزارع شبع أخيراً واندفاع البعض إلى اتهام مثيري هذا الملف بالسعي إلى تموضع سياسي جديد استعداداً لصفقة القرن والمحور الثاني تأخير صدور موازنة إصلاحية مخفوضة العجز ومقرونة بقطوعات الحسابات المالية العامة من عام 2007 حتى عام 2017 وذلك إلى أبعد مدى زمني ممكن لعل تطورات تطرأ تغير في شروط مؤتمر سادر لتسليم لبنان القروض البالغة 11 مليار دولار من دون شرط إجراء إصلاحات مالية تجعل من مكافحة الفساد أمراً لا مفر منه تحت طائلة تعرض لبنان لأزمة مالية خطرة إذ إن مبلغ الأحد عشر مليار يمكن في رأي هؤلاء أن يوفر للبلد مرحلة من التماسك المالي لسنتين على الأقل على أمل أن يتم تدبير سادر جديد أو مؤتمر مانحين جديداً لاحقاً دكتور قاصمي حسب تساؤل صحيفة الجمهورية هل هناك من يتعمد التأخير في الموازنة وعرقلة الموازنة بهدف تأخير موضوع أو التهرب من استحقاق الإصلاح ومكافحة الفساد لا أعتقد أنه يكون الأمر وصل إلى هذا الحد لأنه اليوم خطورة الوضع الاقتصادي الذي وصلنا له وملامسة الوضع الواقع المالي طبعاً هذا يتطلب من كل الكوار السياسية بدون استثناء بغض النظر عن الاختلاف والتباين في وجهات النظر ورؤية كل فريق أو كل قوة سياسية لكيفية مقاربة موضوع الإصلاح من أي زوايا وكيفية معالجة الأزمة الاقتصادية المالية كما يحصل اليوم موضوع الموازنة لم يكن هناك رؤية محنة هناك من سود اليوم وزالت مدار نقاش بدأت بالأمس وتستمر اليوم ولأيام إذا كان لدى البعض نحن لا نريد الغوص في نوايا البعض لكن طبعاً التباينة واختلافات وجهات النظر واضحة للجميع وللعيان في كيفية المعالجة ووضع أسس للإصلاح الحقيقي ومن أين نبدأ وكيف يمكن أن نضع الحلول السريعة والدائمة وليس الحلول الآنية التي تعودنا عليها ببعض المسكنات المفترض اليوم علاج جزري أساسي وضع أسس متينة من خلال رؤية اقتصادية شاملة وهذا مطوب أن تضع أسسها الموازنة الحالية لأنه مفترض أن تضع الأمور على السكة الصحيحة وأن لن تستطع وضع الحلول للمدى الطويل ولكن في المرحلة الآنية المفترض أن تضع الأمور على السكة الصحيحة والبدء بالعلاج ولكن الرؤية يجب أن تكون واضحة للمدى البعيد وإلا نبقى في مكاننا ونعالج موازنة سنة فعد سنة دون أن نصل إلى وضع الحلول الأساسية والمطلوبة لأزمتنا الاقتصادية والمالية وهي متفاقمة ومتراكمة وليست نتيجة سنة أو أكثر أو أقل هذه عمرة من عمر طائف لليوم هذه تراكمات السياسات الارتجالية التي كانت تتبع على مستوى المعالجات الاقتصادية لماذا انفجر هذا الوضع في السنتين الأخيرتين؟ تحديدا في أواخر عام 2018 وحتى يومنا الحالي الوضع لماذا وصل إلى هذا الحد؟ طبعا لأنه وصلنا نحن لنسبة عجز كبيرة وطفاقم حجم الدين العام وبدون معالجات وهذا كان مؤشر لأن تكون الأزمة أكثر حدي سنة بعد سنة وما فتح الباب أكثر هو النقاش اللي حصل مع الدول المانحة واللي وصلت لأمر رأت في خطورة الواقع اللبناني وأنها لم تستطع طبعا إقراض لبنان أو فتح الأبواب لألوه إذا ما استمرت هذه السياسات هذه طبعا تعتبر من الضغوطات الأساسية لفرضت وجودها وحضورها على الواقع الداخلي الحكومي والسياسي لبدأ وضع رؤية للموازنة أن تكون موازنة إصلاحية أو بداية إصلاحية وليس إصلاحية لتحمل كل الإصلاحات لكن دكتور قصم حضرتك تتحدث وذكرت بأن هذه المشكلة قائمة مضو الطائف وحتى اليوم طبعا لماذا مضو الطائف لم يتم البحث في وضع موازنة إصلاحية خلينا نكون وقعيا بالبداية ببداية المرحلة بعد الطائف كانت الأمور مفتوحة على أساس أن المنطقة ذاهبة إلى سلام عام وشامل فبدأت سياسة الاقتراب بدون حدود وعلى أنه التسهيلات قادمة وقد يكون هناك عفاءات وقد يكون هناك منح كبيري للمنطقة وللبنان طبعا من ضمن الجوائز الممكن الجوائز الطردية ممكن تعطى على طريق السلام ولكن كما يقال أتت الرياح حيث لا تشتهي السفن وراحت الأمور باتجاهات أخرى وهذا الأمر استمر حتى حدود 2050 نحن نعرف ما حصل 2005 وبلبنان وانقلبت الأمور رأسا على عقب وعقب ذلك عدوان تموز والسياسات التي حصلت فطبعا كل هذا أدى إلى ما أدى إليه وبقيت الأمور دون معالجة وبدأت تأخذ الأمور منحة آخر من زيادة الأعباء والديون على أكتر من نستوى وفي أبواب كثيرة التي كانت طبعا تسبب هذا العجز اليوم موضوع التقاشف مطروح مقبل عدة أطرف في لبنان موضوع التقاشف أيضا قد يفجر الوضع في لبنان خصوصا أنه طرح موضوع تخفيض المخصصات خصوصا لوظائف القطاع العام ما هو السبيل اليوم لعدم تفجير الوضع في لبنان وما هي الحلول الأخرى التي من الممكن أن تطرح وأيضا لتحاشي ضغط أكثر على المواطن اللبناني طبعا هناك بواب كثير دعونا نقول لوصلنا إلى ما وصلنا إليه في أبواب هدر بيري وكثيري ومفتوحة على مصرعها مفتوحة ولم تقفل بلحظة للحظات ولم يقاربها أحد بقيت مفتوحة أبواب الهدر لم يعالج أي باب وما بنا نحكي اليوم عن الفساد وما أدراك لأن الفساد أصبح من الثقافة اللبنانية لكن نحن نتحدث عن الطائف منذ اليوم أبواب الهدر مفتوحة طبعا يعني نحن نتحدث عن حوالك من 20 سنة لماذا؟ لماذا؟ كانت سياسات تشتغل على القطعة على الرهانات الزمنية الآتية على المتغيرات والتطورات قد تحمل معها يعني كلها كانت سياسات خطأة ورهانات على رهانات في غير مكانها وهي كذلك الأمر خطأة طبعا اليوم بالواقع الحالي طلعا تفضل لأنه هل أنه ما هو مطروح اليوم هو بيوصلنا للنتائج المرجوة أعتقد أنه موضوع الرواتب هو الحل بالمبدأ الدستوري هذا أصبح حق مكتسب لأصحابه لأنه هنا طبعا بدي أعتقد البعض إذا كان هو ممتلئ وهو مقتدر هذا ما بيشكل 20% على مستوى الشعب اللبناني وعلى مستوى من يتعاطى العمل السياسي هؤلاء مقتدرين بس مشكل الواقع هو على ذات المستوى المعالجات ما بيكون على حساب كل هذه الناس والآخرون هم الذين يجنون الأرباح في مين اغتنى وزاد أرباح وثرواته من خلال السياسات التي تبعت مفترض يكون شريك أساسي مش الناس والطبقات لا الفقيرة ولا متوسط ولا المحدودة كمان المحدودة ما هو فيه فيه توصيفات غير واضحة يعني أنه من الطبقات فقيرة ومتوسطة ومحدودة الدخل يعني الأثرين اليوم محدودة الدخل ما باقي أن نحن ما فيه 20-25% من الشعب اللبناني أو هو مرتاح والباقي كله في واقع مأساوي اليوم نتيجة الواقع الاقتصادي المزري وهذا طبعا عكس على كل الكتاعات موقف عند الكتاع الوظيفي ورواتب المنظفين اليوم في واقع مزري واقع اقتصادي الموضوع الاقتصادي هو موضوع دورة متكاملة والركود يصيب كل الكتاعات وليس في مكان معين اليوم إذا نحن مباشر كان البعض عم يستسهل الحل استسهال الحل واستسهال تحقيق تأخفض في عجز الموازنة هو بالدهاب مباشر إلى جيوب الفقراء ليس بس الفقراء إلى الرواتب موظفي الكتاع العام هذا سهل بس فيه أبواب أخرى ما هي هذه الأبواب ما هي الخيارات الممكنة اليوم لحل الأزمة الاقتصادية من دون نجد هذا الخيار في عنا حتى بالموازنة فيه أبواب ممكن نستغني عنها نحن نأجلها لسنة تؤجل في بعض الأنفاق غير المنتج فينا نحن نتخلى عن جزء منه وواضح يعني عجز الكهرباء اليوم اللي هو لا يستهان فيه كان اللي بيوصل لمليارين دولار سنويا المفترض أنه من خلال الخطة السنة خلال هذه السنة يحقق كمان خفض في هذا العجز بنسب معينة في موضوع التهريب التهرب الضريب والتهريب الجمركي تهريب الجمركي مش بس والله بأننا نعمل نحن الضبط حدول وممكن ما نقدر نثبطها تمام فيه موضوع إعادة النظر بتسعيرات الجمركية لا مش صحيح بالمبدأ الاقتصادي أنا ما نخبير لا اقتصاد ولا ما لبس بالواقع نحن علمتنا الحياة أنه ما نصحيح بعلم الاقتصاد والمال أنه كل ما رفعت النسب بهذا الموضوع واللي بيطال كل الناس أنه هو بحق إيرادات وأكبر دليل بموضوع سلسة الرتب عملنا بعض الإجراءات إجت عكسية ما كان المحقق على قد المقدر كان المقدر كبير وإجراء المحقق أقل هذا بدون هذا النظر فيه بدون ننتبه لأنه في كثير أبواب في الأملاك البحرية اللي حكينا عنها في كثير أبواب المباني المستأجرة من الحكومة واللي بتتحمل كل الحكومات المتعاقبة بدون استثناء المسئولية لما وضعت خطة ممكن كنا نستغني عن مئة بالمئة من المباني المستأجرة وأمنا مباني حكومية وبتكليف السفر كنا لحد اليوم لكن طبعا لأنه سياسة الانتفاع المعروفة هي اللي كانت المهيمة ومسيطرة على سياسة الحكومات وعلى انعدام الرؤية الوطنية لمعالجة الأسر السؤال الأخير صحيفة لوس أنجلس تايمز تقول بأن لبنان يقترب من الهلاك الاقتصادي في ترد الأوضاع المالية اليوم على أرض الواقع هل هناك تخوف حقيقة على أكتصاد اللبناني إنهيار الاقتصاد اللبناني أو هلاك الاقتصاد اللبناني باختصال لا شك الوضع صعب ما حد عم يقول خطر وصعب بس مش لحد الانهيار في طبعا محاولات لمعالجة ووضع المعالجات لوضع المعالجات نقول نحن ولكن الوضع ما وصل لحد الانهيار نحن صحيح بواقع مزري ومأساوي ولكن فيه إمكانية للمعالجة والوصول إلى حلول معينة خلال مهل معينة ولكن هذا يتعلق بالإرادة الحقيقية وبالرؤية الصائبة للمعالجات الجزرية وليس بالمسكنات المؤقتة هل هناك إرادة نعم أو لا؟ هل هناك إرادة حقيقية؟ نتمنى إذن الدكتور قاسم هاشم النائف البرلماني لبناني شكرا لك لحضورك معنا في سيتيو الميادين الشكر الكبير لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة